أهلا بحضراتكم مرة تانية والله الواحد المزاجه ابتدى يتعدل شوية يعني بعد فترة فاتت الأمور كانت معاكسة تماما للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بصراحة ومسؤولين النادي الأهلي ومنظومة كلها لكن المزاج ابتدى يتعدل واتقل كمان اتقل تاخد حاجة نضيفه بإذن الله تعالى يعني البداية كانت ايه؟ بالمدير الفني الجديد اللي هو كولر اللي وصل مطار القاهرة وخرج كمان من مطار وكل الكواليس اللي حضراتكم متابعينها طبعا فبالتالي كلها أمور مهمة خليه بس أقرب من صورة ويمكن زي ما احنا اتكلمنا قبل الفاصل إنه حيبقى فيه استهداف للأهلي أو بالتحديد فيه استهداف لمدير الفني الجديد للنادي الأهلي ومحاولة التشكيك فيه وفي قدراته وركز معاه في الجزئية دي وده استكمال الرسالة اللي اتكلمت فيها قبل الفاصل استهداف لمدير الفني الأهلي الجديد واستهداف لصفقات النادي الأهلي الجديدة اللي حيتامل إعلان عنها وتشكيك هيحصل هل أنا بجيب كلام من عندي؟ لا بالدليل حصل الكلام ده قبل كده أو لا؟ حصل مع المدرين الفنيين حصل أو لا؟ حصل مع اللاعبين حصل أو لا؟ حصل فالتلازم تخلي بالك من حاجات زي كده وما تديش فرصة لحاجة زي دي خالص هتلاقي بالي يقولك إيه؟ لا المدرب أصله مش عارف طريقة لعبه إيه أصله هو محتاج أصل إيه وبعدين لما ييجي لعب جديد يلعب يقولك ده إسلوب لعبه ما فيش أي نتيجة أصله ما يضافش فرقة حاجة أصله بيلعب الكرة الورا أصله مفروض يبقى جابعة جون أكتر أصله مفروض الأهلي يجيب كوالاتي أعلى من كده رغم أنه ممكن في بعض الفترات الأهلي ما كانش موفق مثلا في لعب أو اتنين مثلا من الأجاني لكن المؤكد اللي جايين بإذن الله حيكونوا حاجة تقيل بخلاف الموجودين فالتشكيك اللي حيستمر ده أنت لازم اللي أنت بتشايفني دلوقتي كأهلاوي لو أنت أهلاوي بتفرج عليها دلوقتي لازم تخلي بالك من الحاجات دي ولازم تتعلم الدرس بتاع المرة الفاتت كلنا مش أنت بس كلنا لازم نتعلم الدرس اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت كتير يعني أقربكم من الصورة بتاعت مارسل كولر بشكل أكبر ونتكلم على مسيرته التدريبية هو الأول راجل يعني موليد 11 فبراير عام 1960 عنده دلوقتي 61 سنة في عمره يعني مدرب عنده خبرات مدرب مر بتجارب كتير جدا 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 فالنتج عنها أنه هو بقى عنده خبرات ترقومية إن شاء الله تكون مفيدة للنادي الأهلي لعب في مسيرته كان لعب خط وسط والفريق الوحيد اللي لعب له في مسيرته كان في سويسرا وهو السويسري الفريق الوحيد اللي لعب في مسيرته كلها كلاعب كورة مع الفريق ده ما رحتش أي حتة تاني تمام؟ لما تولى إدارة الفنية قدر أنه هو يحصد عدد من البطولات بالتحديد أربع بطولات في مسيرته التدريبية كلها بخلاف النقلة اللي عملها مع المنتخب النمساوي ده اللي هتكلم عليه بردو لكن كلاعب جاب حوالي سبع بطولات في مسيرته كلها كلاعب كورة مع جراس هوبرز زيوريخ السويسري طيب لما ابتدى مسيرته التدريبية كمدير فني مسك فريق سانت جالين سانت جالين السويسري وجاب لفريق ده بطولة الدوري السويسري بعد غياب كم سنة؟ مئة سنة الفريق ده قاعد مئة سنة ما ياخدش بطولة الدوري جيه كولر في بداية مسيرته التدريبية قدروا انه هو ايه بخلاف انه كان مساعد في بعض الفترات مع بعض المدربين وده طبيعي التدرج الطبيعي لأي حد لا يوجد حد يخرج من هنا لا هنا يعني القليل القليل لكن في نفس الوقت جاب الدوري ليه فريق سانت جالين السويسري لأول مرة بعد غياب مئة سنة وبعد كده مسك جراس هوبر نفسه السويسري اللي هو لاعب فيه كل مسيرته الكوروية وجاب لهم برضو بطولة الدوري بخلاف انه هو كمان فاس ببطولة الدوري الدرجة التانية في ألمانيا مع فريق بخم الألماني بعد ما كان تولى فترة فريق كولن الألماني برضو في الدوري الدرجة الأولى بس ما كانش موفق قاعد سبع شهور بس ومشي كانت الظروف كلها صعبة زي مثلا مرحلة اللي فاتت بتعتصوارش مع النادي الأهلي كده لكن خد دوري الدرجة التانية مع فريق بخم وتأهل بهم للبوندوزليجا وقدر انه هو يعمل مشوار كويس جدا في البوندوزليجا بشكل أكثر من رائع معاهم واحتل بهم المركز التامن وكان الفريق ده طموحه وقول له انه هو يقعد في الدوري الممتاز بس هو ما اكتفاش بكده ويمكن حتى كانت البداية صعبة بالنسبة له مع فريق بخم في البوندوزليجا لكن عمل مسيرة متتالية من الانتصارات الرائعة اللي قدت ان الفريق يختم الموسم في الدوري في الدوري الألماني البوندوزليجا في المركز التامن فبالتالي قدر انه هو يعني دي من ضمن الأمور المهمة جدا نرجع بخم للدوري الألماني بعد كانوا هبطوا لدوري الدرجة التانية النقلة بقى المهمة قوي في مسيرته التدريبية وهو المنتخب النمساوي المنتخب النمساوي يمكن كلنا عارفين مش منتخبات كبيرة جدا في العالم ودائما يعني المركز بتاعته في تصنيف الاتحاد الدولي ما بين 70 لـ 100 أو حاجة كلام من ده يعني منتخب مش كبير لكن مؤخرا بقى كبير ولنقل المنتخب النمساوي للمرحلة اللي هو وصل فيها دلوقتي دي هو كولر اللي قدامكم على الشاشة المدير الفني الجديد للنادي الأهل اللي تولى تدريب الفرقة أو تدريب المنتخب من 2011 ل2017 وعمل ايه بقى معاه؟ قدر انه هو أول مرة في تاريخ النمسا يأهلهم من خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة الأمور الأوروبية يورو 2016 قدر انه هو يأهلهم البطولة في أول مرة في تاريخه يمكن لعبوا قبل كده البطولة في 2008 بس بحكم ان هما الدولة المضيفة كانت بشتراك مش فاكر معاني دولة تاني فطبيعي ان هما يشاركوا في البطولة من خلال التصفيات أو أي حاجة لكن لأول مرة في تاريخهم من خلال تصفيات أوروبية يتأهلوا البطولة الأمور الأوروبية كان من خلال كولر المدير الفني السويسر اللي نادي الأهلي وقعب معهم فترة كويسة قوي من 2011 ل2017 ايه بشوف ان دي فترة كويسة وبتدل على ان الراجل ده بيحب الاستقرار مش دائم الايه التنقل ودي حاجة مهمة الاستقرار الفني ده بيكون مهمة قوي بالتحديد للفرق الكبيرة قدر كمان ان هو مع المنتخب السويسري بعد ما كان المنتخب ده احسن مركز وصله المركز السبعين في تصنيف الاتحاد الدولي قدر ان هو يوصلهم للمركز العاشر اللي هو افضل مركز في تاريخ المنتخب النمساوي عفوا ان مش تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في انجاز غير مسبوء بالنسبة للمنتخب بخلاف اللي طبعا زي ما قلت لكم صعوده لليورو لأول مرة في تاريخهم في 2016 مع النمسا ايه عمل نقلة وهناك بيلقبوه دايما بصنع النهضة في كرة القدم النمساوي ففيه سي في محترم فيه اخر محطة تدريبية قضها كولر في مسيرته التدريبية قبل ما يتولى تدريب النادي الاهلي كان مع بازل السويسري طبعا الفريق الكبير جدا لكن ما كانش موفق ان يفوز بطولة الدوري تولى المسئولية لمدة عامين وانتهت التجربة في 2020 قدر ان هو يجيب معاهم بطولة الكاس السويسري فقط فهنا يعني دي كانت اخر محطة تدريبية ممكن بعض يقول لك ايه ده تما دي اخر محطة تدريبية من سنتين الراجل بقى له سنتين ما ممرنش اجابة في فرق ما بين لعيب كرة وما بين مدرب المدرب كل الافكار هنا كل الامور هنا مش محتاج لياقة بدناية عشان يرجع لكن في نفس الوقت انا مشوف ان دي حاجة ايجابية او ان الراجل بقى له سنتين ما مرنش ليه هيبقى عنده نوع من انواع الشغف والحماس والكرة وحشة والتدريب وحشه مع لعيبة الاهل اللي مريحة واللي النادي وحشهم وانا عارف كويس جدا والكرة وحشة هم فهو ده الشغف اللي محتاجه الاهلي في بداية الموسم الجديد في بداية عدوة التدريبات بعد بكرة بإذن الله تعال فبشوف ان دي حاجة مهمة جدا 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 يعني بالمناسبة بيقولولي دي الوقت ان هو جاله اصابة في رجله قبل كده لانه او دي اللي عادته في البيت سنتين شوية لانه من هوات التسلق الجبال وفي سويسرا فيه ناس كتير جدا بتحب الهواية دي واحنا عارفين مرتفعات هناك كبيرة جدا وبتاع فهواية عند البعض يعني لأ في كل الاحوال في كل الاحوال ان شاء الله بإذن الله يكون موفق مع الفريق في المسلم الجديد خد بقى الصور الجديدة هيه لوصول كولر المدير الفاني النادي الاهلي بصحبة كل من المهندس خالي المرتجي أمين صندوق النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وفي الخلف عالم النادي الاهلي وبعضا من جماهير النادي الاهلي المتحمسة والمتشوقة لأول مباراة بالنسبة للفريق في الموسم الجديد اللي حيبتدي يوم 16 عشرة والاهلي حيكون عنده مطشين قبل كده في دورة أبطال أفريقيا في الغالب حيكونوا مع اتحاد المنستيلي مطشين صعبين جدا لازم الاهلي يجازليهم بشكل كويس ومن خلال معسكرات الإعلانات كلها أو الإعلان كله عن كل الأمور بتخص الفريق الأول خلال الأيام القليلة جدا المجبلة يعني فدي لقطات الوصول من المطار القاهرة الدولي وصلوا بألف سلامة الحمد لله أعتقد دلوقتي حيطل على فندق الإقامة يجهز بقى الاجتماع بكرة مع الكابتن محمود الخطيب يجهز لبعض التفاصيل المهمة جدا اللي حيتم التحدث عنها وكمان يجهز لمؤتمر الصحفي اللي حيكون بعد بكرة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة واحدة الظهر بحضور كل وسائل كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بكل تأكيد طيب عندي تفصيلة كمان ناحي برضو لسه بنعرض لحضراتكم السور ومنعرض لحضراتكم كل الأطاة اللي بتتعلق بوصول المدير الفني الجديد ومعاه طبعا جهازه المعاون أو التلاتة اللي هو استحابه معاه في الجهاز مخطط أحمال أو مدرب أحمال وأيضا محل الأداء ومدرب مساعد بخلاف طبعا كابتن سيد ممسان كابتن سيد عبدالحفيز ووقتن حراركم ربما يكون في عنصر مصر جديد يتم إضافته في الجهاز الفني للنادي الأهلي لسه ما فيش قرار نهائي بخصوص الجزئية دي بس أنا بحب دايما أعيشكم أول بأول في الكواليس وطمن أطمن كل جماهير للنادي الأهلي أول بأول على أحوال الفريق بإذن الله في الموسم الجديد اللي حتكون إن شاء الله بإذن الله واحد أحد حتكون أخبار كويسة وبداية كويسة بعد الفاصل بقى حتومنكم بشكل أكبر على موضوع المصابين وكمان الناس اللي بتسأل على الصفاقات إيه لا حيحصل خلال الفترة الجاية فاستنونا بعد الفاصل